السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا احنا عدنا جزئية اخرى اللي هي الريفيوز الريفيو اللي قصدنا بيها انه لما يجي المستخدم يحاول يقيم المنتج طبعا هذا الشي احنا وين رح نصنع رح نصنع في الريفيو او الموديل وليس الريفيو هذا هو البرودكت الموديل ليش لين احنا الريفيو ايضا لازم نخصنها فشو رح نصنع الريفيو ناخذ نسخة من كلاس البرودكت ليش نعيد الكتابة وننزل الاسفل ونعمل بيست تمام هالشكل فهنان عدنا كلاس رح يكون اسمه ري فيو ويكون الموديل يكون عدنا طبعا الريفيو رح يكون بيها مجموعة شغلات رح نحتاج الريفيوزر بس هذي الامور اول شغلة نحتاجه هو البرودكت لين الريفيو شنه هو من اقيم المنتج لازم اعرف يا منتجاني قيمته واي يوزر هو اللي عمل تقييم فهنانا بروديكت الموديل سفوريان كي والموديل المال تيكون بروديكت اللي هو يقليمة and on true null هذا يبقى نفسها و on delete اوكي الريفيو اذا حذفت البرودكت لازم الريفيو ايضا يحذف ففي التالي بالتالي مو في التالي بالتالي لازم هاذي يكون شنو cascade زين ليش انا اذا المنتج حذفته فالريفيو ليش يبقى خليه يحذفه ويا صح له لا هنانا ممكن ايضا انطيل اسم اللي هو related name يكون reviews بهذه الصورة خليه هذا نصغره حتى يكون هاشكل واضح reviews تمام وعدنا شنو نحتاج الى اليوزر ايضا حتى نعرف منه اللي قيم هذا المنتج شو اسمه فاليوزر ايضا من اليوزر راح يكون on delete set null يبقى نفسها هذا model set null ليش اليوزر اذا حذفنا خليه يبقى الريفيو يمكن البرودكت موجود صح له لا المنتج اذا موجود والريفيو موجود فاذا ذو اليوزر حذفنا لا يحذف الريفيو مالتا زين نحتاج ايضا الى شنو ال rating اللي وراح يكون انتجر فهنانا نقول ل rating أو ratings بكيفك الموديل الانتجر راح يكون ال default مالتا صفر ايضا نحتاج الى شنو اذا عندك comment يعني ملاحظة معينة ناخذ وهنا نقول لكم comment يعني اذا يريد يضيف ملاحظة اذا كان التقييم مالتا سيء ليش سيء اذا كان جيد اذا يحب يضيف عليه معلومات فبالتالي هذا الشي احنا نحتاج ال comment ف default راح يكون فارغ blank راح يكون false maximum length ممكن تضيفه او ممكن ما تضيفه بكيفك ويبقى عدنا بس created at بعد شيء اخر ما علي تضيف بس انت اذا تحب تضيف شيء اخر ضيف انت حر طيب ال review راح يجي على اساس comment يعني حتى لا يطلع كلمة object فتقدر تختار واحدة من هذولة تمام انا اختارت comment تقدر تختار اي شيء اخر على سبيل المثال طيب هنا احنا نعمل save ونتجه وين نتجه ال product serialize وين هذا serialize او serializer اللي موجود في ال product هنا يحتاج انه نصنع لنا عدنا class product serializer ايضا نحتاج واحد للreview فهنا راح يكون review serializer والreview serializer يعتمد على model review زين review اللي هو ايضا موجود هنا فارز review اللي موجود بالmodel ايضا فهنا يكون احنا مو هنا صنع نحن هذا review اللي هو احنا موجود ويا product هم و category فمن الطبيعي من اجي على serializer اقدر انادي عليه ليش اجي مرت لها اكتب from model هاي لا اقدر فهذا ما احتاج راح كل all فهيا الخطوة هم انتهي هنا من عند نقول save يبقى عدنا شنو بما انه صنع model او ضف على model فبالتالي لازم نرجع هنا شن نقول python manage .py make migration migrations تمام حتى شنو يحضر المigration file مالتنا او كي بعد ذلك شن قل migrate python manage migrate فهذا شنو راح يصنع لنا table هذا وين بال database ننتقل لخطوة اخرى طبعا احنا يبقى عدنا جزئية شنو الفيو فهنانا احنا نجي لل views تمام في جزئية الفيو وين اضع ها آني لازم اصنع لي review فهذا مو post لي و new product اقدر اخذ من عند نسخة وانزل الاسفل تمام واصنع لي مثلا نسمي create review او add review كيف كنت شوف الاسم المناسب له هذا review اللي نصنع لازم نعرف ال id malta فرح يكون بهذه الصورة ليش لنحنا review لازم يكون على المنتج فشنو هو المنتج نطين ال id malta فاكيد مبدئيا لازم يعرف اليوزر ف احنا اي think احنا عدنا هذا نحتاج وايضا نحتاج اليوزر فاذا اجي هنا اضيفة حتى شنو يجيب لي product عن طريق ال id malta وايضا احتاج اليوزر فارحام المتغيرة هنا اسمي user هذا مني راح يجيب من التوكن malta يعني من يرسل هنا التوكن صح لا هنا عند التوكن فرح يعرف يوزر هو رأس يجيب ال id malta وكذلك احتاج الى منو الى data طيب هنا يبقى عدنا شنو نعمل متغير اسمه review للproduct تمام اللي هو هذا الجلب ليا .reviews هذا شن جبت reviews لا تنسون هنا لو تنزل الاسفل شوف related name related name reviews فاقدر اقول product .reviews يعني هذا تابع الى هذا review فproduct .reviews .filter افتح قوسين هنا اضيف ال user لين لازم نعرف ايضا ايضا اي user ضاف هذا الاضافة بهذا الشكل رح يكون تمام طيب اذا كان if else اهنا موجود if اذا عدنا ال data اللي رح تجي اوكي ال data اللي رح تجي غل بها rating تمام بها rating هي اكبر او تساوي صفر او data اللي بها rating تكون اصغر من 5 هاي شنو حتى المستخدم ما يستخدم نسبة اقل من الصفر ولا يستخدم نسبة اقل من 5 خمسة طبعا انا من 5 احسب التقييم من 5 اعمل من 0 ل 5 لا تكتب 0 1 2 3 4 5 5 ما ينفع اقل من 0 ولا ينفع اكبر من 5 طبعا اذا اكبر من 5 اكتب الرقم اللي تريده فلذلك انا رح اعمل شنو اذا كان هو اختار قيمة اصغر من 0 او اختار قيمة اكبر من 5 فبالتالي لازم انا رجع لخبر واحذر انه هذا شي ما يصير error وهنا انا اش اقول لا اقول please select between 1 2 5 only زي اقدر ادزل status نعم اقدر ادزل state status dot احنا مثلا عدنا 400 اللي هي bad request هذا bad request طبعا انت تدرس على state يعني كل واحدة من عدهم 400 وهي هاي موجودة protocol ات مثل HTTP أو else أو elf لان ايضا عندنا الشرط elf اذا كان review موجود اصلا يعني اذا كان review موجود dot exist تمام exist بهذا الشكل اذا كان موجود فبالتالي راح يضيف عليه يعني هنا راح يكون عندك new review يساوي شنو rating نقطتين شدز ل ادز للrate اللي عمل نقطتين هنا مو داخل الاقواص ريت اللي عمل وكذلك ارسله شنو ال comment ارسله ال comment تمام وشون ارسله ال comment ال comment راح يكون بداخل ال data بهذا الشكل راح يكون بداخل ال data طيب يبقى لنا شنو يبقى لنا انه احنا نعمل review مالتنا update فنقول review 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 dot ليش ما طلع هذا هو review اوكي review dot update نغلق ونسوي ل two asterisk نجم تين اللي هو new review اوكي فرح يكون بهذه الصورة يعني بهذا الشكل احنا راح نعمل review مالتنا لان ليش احنا نريد نعمل update لل review يعني نشوف review مالتنا هو شنو شوف مبدئيا راح نحتاج هذا المكتبة اللي هو from jango.db models import avg average راح اقول لكم ليش هذه المكتبة مهمة ننزل لي جو تمام احنا اتوقفنا في هذه الجزئية اوكي في هذه الجزئية طبعا انا كنت اكتب الكود ودأ اتكلم وبعدين اكتشفت انه ما كان يسجل الصوت فقط فيديو فاحنا هنا توقفنا تمام وبعد هالفيديو صار بي خلل للأسف فما راح احذف الكود بس راح اقول لك عن اش كتبت طبعا احنا وصلنا لجزئية انه نتأكد اول شي اذا كانت الرقم اللي انطع المستقدم على سبيل مثال احنا تقييم من صفر الى خمسة او الى مثلا عشرة خلي نقول لي حد تسعة لانه انا هذا اصغر من عشرة فاذا اصلا موجود التقييم موجود فاش راح نسوي راح نجيب التقييم تمام ورح نضيف عليه ونطلع الـ عشرة من عنده يعني شلون شوفوا هنا انا احنا عدنا خلي نقول التقييم يعتمد على شنو انه اشقد انت تقييم وشنو الملاحظة مالتها فجت عملت update لهذا تقييم بعد ذلك احتاج شنو احتاج اجي اشوف هذا المنتج اللي صار عليه تقييم اجي اعمل aggregate اجمع كل التقييم لهذا المنتج وطلع من عنده معدل حتى اسوي الى average عن طريق l-avg هاي المكتبة بعدين اجي product.rate اجي اسوي عليها تحديث يعني هنا انت مو عندك product عندك rate هنا ايضا موجود في product brand هذا rate product.rate فهذا لازم اصحي تعلي التعديل علي اساس على اساس average rating اخر شي احفظ product زين هنا احنا دنسوي تقييم لل product وناخذ average معدل 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 اني مثلا اجيت انت تقييم واحد اجي الشخص اخذ انت تقييم اثنين ما راح يكون التحديث معدل اثنين او اجي شخص اخبر انت ترقم ثلاثة فيصر تحديث ثلاثة لا ما يصر هالشكل التقييم التقييم راح تكون على شكل معدل يعني مثلا اعني قيم واحد واحمد قيم اثنين واسامة قيم ثلاثة فبالتالي ياخذ المعدل مالتهم ويضيف كتقييم انه ثلاثة اشخاص والتقييم مالت كذا هالشكل يصر التقييم فاذا نجح العملية يرجع يقولك انه صار تحديث بالتقييم او اذا كان التقييم جديد يعني ما احد ما قيم عليه هاي اول مرة فبالتالي نحتاج معلومات المستخدم نأخذ معلومات المستخدم والproduct يسوي الproduct نجي نخلي الrating ونخلي comment اضافة الى ذلك انه هنا بالrating ايضا نعيد شوف لاحظ هاي الثلاث اجزاء ايضا نرجع نعيد هنا في التقييم وبعد ذلك ارجع انه اقول انه الproduct تمت العملية بنجاح اوكي فهذه الاجزاء بس اللي احتاج ها اضافة الى ذلك احتاج الى url في الproduct اضيف شنو عندي اضيف review اللي هو رح يكون شنو ال id مت المنتج و اعمل review تمام هذا رح يعمل لي create review فاذا كان مو من ضمن range القيمة رح يرفض اذا كان من ضمن القيمة رح يجي يشوف اذا كان موجود يعمل عليه تحديث اذا ما كان موجود يعمل عليه اضافة جديدة اوكي فيبقى احنا شنو نجرب يعني حتى نجرب اذا اجينا ل طبعا هنا رح يكون post تمام شوف لاحظ api product 2 reviews نفس الرابط طيب تقييم شو رح يكون طبعا اجي على authorization اجي اضيف barrier token اضيف ال token هنا علمتك شون تسويها ورا اجي افتح قواس json اجي اكتب rating نقط انط rate واجي اضيف comment خلنا نطقي rate ال 4 فاقول send فلاحظ شي قولي details product review updated تمام زين هذا create ما عندنا اي مشكلة بها يحتاج ايضا شنو ان نستعرض كل review الموجود لكل منتج فهذا وين رح يصير بال serializers اللي هو بال product بال serializers هنا نجي نعمل متغير اسم reviews serializers serializer month method field نختار الفنكشن اللي راح يجيب لنا كل ال reviews مال هذا المنتج كل التقييمات مال هذا المنتج فهنا لازم لازم ننطيل فن هذا الفن نصنع اللي هو هنا ننطيل اي اسم تقدر تنطيع اي اسم هنا ويكون read only true يعني انه ميتم التلعب بهذا الفن حتى لي يجيب شغلات اخرى فنجي نصنع هذا الفن في ضمن الكلاس الاصل اللي راح يكون get review هذا شنو self اللي هو تابع لهذا الكل و object راح يرجع object ليش لانه راح يرجع بها comment راح يرجع بها id user يرجع بها التاريخ فobject راح يرجع لك فالreviews راح يكون object dot reviews dot all يعني يجيب كل ليش لانه اكثر من review ممكن يكون موجود اكثر من تقييم بالتالي راح يرجع لك serialize dot data هذا هذا function راح يكون موجود في product serialize ماشي هالشكل راح قدر اشوف كل reviews اللي صار على المنتج فاذا جينا احنا هنا على review سوينا على الثاني خلي نسوي review ايضا على الاول و good created فاذا اجي على اول واحد اللي هنا كنا نعرض بها كل products و نقول send الاحظ انه ظهر عندي reviews اوكي شخص عمل review قال انه هذا جيد المنتج وانطان 6 على هذا الجهاز حلو بهذه الصيغة يبقى عدنا شنو يبقى عدنا جزئية delete اذا عريد احذف review هاي شون يصير delete جدا سهل يعني انت تجي للproduct هذه هي جزئية delete اوكي ما عندك هي هذه جزئية delete اي بي اي مالتك رح يكون delete permission لازم يكون مسجل login واسم delete review فهذا رح ياخذ ال id مالت المنتج حتى يبحث عنه ويجلب لك وكذلك يقدر يحصل على ال user عن طريق شنو عن طريق token اللي رح تمطي ليا ماشي بعد ذلك يجي على review review رح يجي يشوف هذا المنتج review عنده ولا لا وهذا الشخص عامل review ولا لا ليش review اللي رح يحذف لازم يكون لنفس الشخص ما معقول هو الشخص يحذف تقييمات لناس آخرين لا يحذف مالت فقط فاذا كان review موجود احذف لي وهنا من تحذف تعيد التقييم من جديد لأن انت حذف تقييم بهذا كود هذا سطر تمام هنا عندك اذا review ما موجود يعني انت اذا حذف هو كان هذا الوحيد لهذا المنتج اخ ما معقول ان بقيها فارغة بالتالي رح اجي اقول انه rate ما تسوي صفر على اقل قيمة هي صفر وبعد ذلك الrate اجي اعدل على rate model product رايت احول اذا كان الها قيمة اذا ما كان الها قيمة فحول الى صفر وبعدين احفظ ليها رجع لانه تم حذف بنجاح اذا ما كان موجود فبالتالي معناته انه هذا review ما موجود اصلا انت مع عام review ماشي يبقى عدنا شنو يبقى نحدث delete هي نفس فكرة review السابق بس نضيف delete حتى يختلف عن هذا المسار ونختار function malta وننطيل الاسم بس يعني اسهل الموضوع ممكن تعمله طيب delete احنا نعرف كل ازين هنا اذا نجي على delete فعدنا هنا delete تمام ونفس review بس شنو يضاف ل delete لننسى نضيف token barrier token وننضيف هنا ونجي على body او ما يحتاج اصلا body يعني بس barrier token وتنطيل ال id التقييم من من تريد تمسحها فمن الاول رح نمسح التقييم رح يقول شنو product review deleted لو ارجع شوف سابقا هذا id 1 موجود ال review مالت الان مفروض يفرغ لاحظ اختفى review فبالشكل احنا حذفنا الاشياء مالت التقييم مالت وليس لغير اشخاص نوقف نكمل درس القاتل مع السلامة